قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن أشعث قال حدثني شيخ من بني مالك ابن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجازية تخلالها يقول يا أيها الناس قولوا لا إلها إلا الله تفلح قال وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول يا أيها الناس ليغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا الله والعز قال وما يتفط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أنعت لنا رسول الله قال بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد شعري أبيض شديد البياض سابغ الشعري